وش مديت الإحصائيات؟ إحصائيات جدا مرتفعة مع فريق تحت الواحد وعشرين سنة مي إحنا يا كنت تكلمو كمنتخب الأول بألك سيفري تقدر تجلب هالعبادات تجلبو إلى التشكيل أو القائمة على المنتخب الوطني مي بألك باش كما تكلمت أنا أهمين على اللاعب قارة دورتموند هو اللاعب أو يلعب تحت واحد وعشرين سنة في عمره سباطة سنة نقدر نجيبوه ننسيوه هكذا في مقابلة لم يأسكو عنده المستوى دياله باش يلعب في المنتخب الوطني نعم إحنا نتكلمو على اللاعبين من قبل لازم يبرصوه في الفرق تواحى باش تلتحق بالمنتخب هذا هو كما نقول الوبجيكتيف تعنا باش لعب شاب أنا تحت واحد وعشرين سنة يتقلق مع الشابب أنا نجيبوه مع الشابب محمد ما خبيش عليك أنا رأي هذا هو ما نقدرش نبدل لك رأيي ما نقدرش نجيجي واحد مع الشوبان مع واحد يكيب آ نعم الرأي يكون مختلف أنا ما دابيه سيتان جان جوالد لوفيونير مليح نحطه كما قلوه نوليفيزر نريح نتبعه في هذا اللاعب ببالك ببروشان جور إن شاء الله بيقدر يكون في القائمة أولا نازم تلعب الفريق الأول تاعك روي يستدعى في الموسم الحالي أو يستدعى روي يلعب مع الفريق الأول ولكن لم يبصم على مشاركته الأولى لازال في قائمة البودلاء ربما ستملح له الفرصة في قادم المواعد أنا من رأيه أكساس نحن نجيبك وطنك ديسة طن تتلع مع لي جانت ويأتي من بارتين بوزي مالي كيب برميار ديالك نحن نجيبك مع لي إيفانتي يا إيكيب ناشيونال أو إيفانت روالن نجيبك أنت في المنتخب الأول وتحرقال ما راح تصوطي قالي زيتاب ترى مباشرة المنتخب الأول وانت في النادي ديالك في بطولة دانماركية ما ركش تلعب أو قال لك إحصائيا أنه لم يلعب أي مباراة بعد مع الفريق المحترف يلعب في بطولة دانماركية أفضل من لعب في بطولة دانماركية لذلك نطرفها كيف كيف نعود أن نقول لي وحد الوقت وقت ماضي شوية العشر سنين لور وين نجيبوا اللعبين محترفين المهم محترف يلعب في بولغاريا يلعب في النمسا يلعب في الهند يلعب المهم جيبوا المنتخب الوطني وخلاص وأفضل وعقلية هذا أفضل من هذا أعتقد بأنه يجب أن نصير بعون كريشاندو مليح تجيبوا تصويره ينفوا بلي ميزي تشغيل الجنسية يلعب في المنتخب ديال لكن من الأفضل أنه هؤلاء اللعبين شبان نصيهم مع المنتخب شباب بعدها لما يلعب في فريق المحترف الأول كما هذا يا فايزر يلعب في فلد البريمن هذا كبوخال فاتع سان باولي يلعب في سان باولي بطول ألمانيا درجال يلعب أساسي في فريق الأول وفريق المحترف رايين شرقي لعب في اليون فريق محترف سين سبعتاش نسانا كان لابي بي تجي فوت بول فرنسي هذا هو مأوي سيدي كو برو في كونفرمي يعني أنك تلعب في فريق شباب أنا ما إيش نهاجم في اللعبة لكن اللوجيك تقول لك أنه في فريق شباب زي أرواح الليكيب ناشونال إيفان تروى سيجو فريمون ريو بريزانتي لالجيري ذي أنجوها فيك لإيفان تروى ألعب مع منتخب شاباب بعدها تصعد لمنتخب الأول لما تلعب في الفريق المحترف لكن أنا نجيبه لعب يلعب فريق شبان يلعبوا في فريق منتخب الأول والنحيو لعبين يلعبوا كأساسي يلعبوا في فريق محترفة لا لا محمد وكاينة حاجة تاني اليوم نحن المنتخب الوطني كحتقاب المنتخبات قوية نتبدلك أنا إيكسون بالمنتخب المغربي ولا منتخب سيني قالي ولا منتخب الإيفواري نشوف لعبين أين اللعبوا تعو تفايق بليلعبوا دو مستوى عالي أخويا أباك لأن المنتخب مغربي يلعبوا في أندية كبيرة برايم ديازل لا بشتوم نحن ما نشوم نحن ما نديروش العاطفة جان سيفري نتاج جان وكحيب تمثل المنتخب الجزيروي بصح اللعب في الفريق الأول تعاك وأبرز تمام يكون لك الاستدعاء بس ك نحن نرى ندخلين في منافسة سيفري إننا نحن 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 نتاج جديد إننا نحن نقول داليوم عندنا منتخب هذا المدرب هذا أراوي يكون في منتخب راوي جدد بلعبين كما بو عناني كما بو باللومي اللي بيننا يلعبوا في المستوى الأول درجة كما نقول بو عناني ولعب في نيس فريق محترم شامبيونات دي فرنس بوضلة فرنسية يقدر ينافس مع المنتخبات الأخرين ما تجيب ليش أنا واحد دي ساتون مليح نريحوا نتبعوا في الوجان هذا الديجان قاعد سيوساس واليحبوا يخيروا المنتخب الوضاني نتبعوهم وكي يبرزوا حيما ده بنا تكون إضافة للمنتخب الوضاني نعم حديث أيضا أمين عن كارلو بوخالفة 25 سنة متوسط ميدان نادي سانباولي الذي ينشط في الدوري الألماني موندس ليغا ما مدى صحة مثل هذه الأخبار وهل تتوقع قدومه للمنتخب نرى الأخبار صحيحة هناك اهتمام من الاتحادية الجزائرية بملف كارلو بوخالفة خصوصا أن ملفه أسهل بكثير من الملفات الأخرى لماذا؟ لأنه لم يسبق له أن كان دوليا في المنتخب الألماني أو في أي منتخب آخر لذلك يتم استدعائه ويأتي بطريقة عادية جدا إلى المنتخب الوطني الجزائري وضمن اهتمامة الناخب الوطني يتابعه والاتحادية في تواصل مع هذا اللاعب ومع محيطه من أجل أن يمثل المنتخب لذلك قد يكون من بين اللاعبين الجدد الذين سيمثلون المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل القريب سيسيان جوار كونفارمي ومرحبا بيه خاصة أننا نعانيه في أداك المنصب وسط ميدان دفاعي في ضل الأداء الباهت لزروقي منذ أربع سنوات مع المنتخب الوطني كون أخسرنا العيدوني اللي هو لعب ممتاز اللي لعب منتخب تونسي وكان فضل في البداية الاختيار الأول كان منتخب الجزائري منتخب والدته الجزائري كون أخسرنا العيدوني اللي اليوم ممكن لو كان متوجز مع المنتخبات هل الأداء الباهت الذي قدمه زروقي والذي دفع مدر فلاديمير بيتكوفيتش إلى تحرك سريعا من أجل إيجاد اللاعب في هذا المنصب يشركه أساسيا خاصة أن كارلوب وخالفة لحد الآن في خمس مباريات لعبها كلها ولكن تلت مباريات أساسي مبارتين احتياطي سجل هدف واحد لحد الآن أكيد لما أنت تشوف لفاية سيها ريبيتيسيون في هذا المنصب لا عندكش الجوار أضيكوال هذا كله بوست ولا كيف شارك حابة لعب لذلك تبحث في كل مرة على البدائل وتبحث على الأفضل ما شي غير هذا كارلوب وخالفة ممكن أنه فيه لعبين آخرين أيضا في المنتخب لو ينالوا مجموعة الفرص التي نالها زروقي ممكن اليوم رامي يقدموا أداء أفضل منه بما راحل يعني صراحة اللعب اخدال فرصة من 2019 ولل 2020 وشين هو يلعب في المنتخب وطعاني أساسي 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 في كل مرة إلى غاية اليوم يعني لم يظهر شيء الكثير في هذا المنصب يبقى أنه البحث عن التدائم بأفضل لعبين مهم لكن أفضل لعبين ليلعبوك محترفين وليس لا يمكن أن يقدم لنا لعب ارتكاز لا يمكن أن يقدم لنا لعب ارتكاز نحن لا نبحث عن مهاجم قناص ولا نبحث عن صانع ألعاب من الجيل المارادوني نبحث فقط عن لعب ارتكاز بإمكانه أن يشتت الكرات بإمكانه أن يقدم كرات إلى الأمام بإمكانه أن يكون صمام أمان للمدافعين بن سبعيني لا نريد لاعب من الزمن الجميل ولكن لاعب ارتكاز في الدور الجزائري غير موجود هذا أمر غير معقول هذه حقيقة وشك تكلم محمد عيب أباليش أنا 16 فارق ما تقدرش تخرج كما قلت أنت يا وصد دفاعي وصد دفاعي شيء لازم يكون كما رودري ولا بوسكاس ولا لعبين المهاريين ويدفعوا مليح ويعرفوا كما يقول ويمروا كورات كذا ده باسكو يقول لي إحنا اليوم أنت متابع جيد للدولة الجزائرية أقلي أسماء إلى كين أنا بالنسبة لي ما كاش واحد في البطولة الجزائرية يقدر يلعف الفارق وطني وستمعيد أن دفاعي يلعف الفارق وطني ميدو شيء بالخماسة بالخماسة أنا بالنسبة لي أبوهم كل واحد ورأي أنا بالنسبة لي ما كاش ما كاش حقيقة باسكو اليوم تلحق وين تتكلم على لاعبين 17 سنة و19 سنة كما تجبتهم أنت يلعف الضلمة بنقار بنقار وشياخة وشياخة وقدار نحن نقول بلي اليوم المستوى تعال البطولة دينا ضعيف بزاف بس كو بس كو ديجا ما كاش لا فورماسيون ما كاش سنة دونتر المون كاش يمدوا أموال ناس يتدي ربعمية خمسمائة مليون ستمية سبعمية ثمانمية يمدوا أموال يمش يمدوا ربما يرموا في الأموال ميت فيق باللي متقدرش تدي جوار المنتخب الوطني وسط ميدان دفاعي لكي ربما لم نبحث جيدا لا ربما لم نبحث جيدا في وقت ربح سعدان نعطيك مثال لم يدو في وقت ربح سعدان لموشية لم يكن معروفا لموشية تعملية وفروسة معلش معلش لكن لموشية لم يكن معروفا لدى الجمهور الجزائري بأنه لاعب قادر على المشاركة أساسيا مع المنتخب الوطني لا كان لعب معي فيه وفاق سطيف لكن اكتشفوا سعدان وجابوا للمنتخب الوطني هذا الوقت كانوا عندنا فرقة كانوا عندنا أربعة خمسة كانوا عندنا يقدروا يكونوا في المنتخب الوطني سبعة سجواري لعبهم كانوا بزاف لاعب قبل سعدان هل كين إعلامي أو كين صحفي أو كين محلل أو كين مدرب قال بأنه عندنا لاعب في الدولة الجزائري اسمه الموشية قادر على اللاعب بذاك المستوى في المنتخب الوطني وشفنا الموشية نهارجا للمنتخب خلاص هذا المكان خداه الموشية هل عندنا الآن لاعبين ربما ما نعرفوهم مش نحن محمد علاش نحن رأنا عايشين هنا وننهضروا على أمريكان شامبيونة أمريكان نحن رأنا نشوفوا كل يوم كل سماء نشوفوا الشامبيون